الخيال اكتر شي بالحياة ممكن نرسم فيه يلي بدنا اياه بدون حواجز او قيود فتخيل انه خيالك هو واقع بعد سنين هالفكرة منشوفها صعب تتحقق لان الخيال كيف ممكن يكون حقيقة بس كمان من وجهة نظر تانية منلاقي كل الافكار بالحياة لحتى تجسدت بارض الواقع كانت متخيرة ومكتوبة او مرسومة على الورق قبل تنفيذة فالخيال هو ناجح لحد ما بوجوده بواقعنا واحدة من الخيالات الناجحة كانت ساكنة بعقل الرسام الفرنسي جان مارك كوتاي عام 1930 ميلادي يلي تخيل باغلب رسماته كيف رح تكون الحياة بعد مئة سنة يعني بوقتنا الحالي وتنوعت المواضيع يلي تناول كوتاي بلوحاته فقدر يتخيل كل مناحي الحياة ويحدد شو يلي رح يتطور بالقرن التالي سواء بوسائل المواصلات او باسلوب تقديم الخدمات العامة مثل توزيع البريد وخدمات الشرطة والتكنولوجيا الزراعية الى جانب المعدات العسكرية والحربية والالعاب الترفيهية وفعلا نجح كوتاي بخياله برسم رسمات وصور دقيقة لحد كبير ومشابهة للعصر يلي عم نعيشه حاليا مثل الطائرات الحوامة وأجهزة الحصاد والمركبات الزراعية والمكانس الكهربائية والبيوت المتنقلة لكن من ناحية تانية رسم لوحات بتوقع فيها اختراعات بتريح الإنسان العامل بشكل كامل تقريبا وبتخدم رفاهيته فرسم مثلا قاله بتقوم بأخذ مقاسات الزباين وخياضة الملابس بدون تدخل الخياط وقاله أخرى لوضع المكياج وعمل تسريح هذا الشعر حتى بخياله راح أبعد بكتير ليتخيل الناس عم تلعب لعبة الكروكيت بقاع البحر وأنه يكون موجود شرطة مرور طائرة لتنظيم مرور الطائرات على الرغم أنه خياله ما تحقق بهذا الجانب بس مين بيعرف أي ما تموم كان يصير حياة ترجمة نانسي قنقر